السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي جتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعه اللهم صلي على سيدنا النبي ما اتصلت عينهم بنظر اللهم صلي على سيدنا النبي ما تزخرفت أرضهم بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دعواتك ما تنسنيش من دعواتك جاهزنا في الحلقات دي دعواتك ومن الدعوات الحلوة اللي عايز حضرتك تلزمها وتحافظ عليها وما تغفلش عنها يا حبيب الروح أن تسأل الله تعالى أن يحيك على الإسلام وأن يتوفاك وأنت صالح في سورة يوسف ربنا عز وجل بيحكي لنا عن نبي الله يوسف أنه قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة نتعلم هنا من سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أن نحن نبقى حريصين أن نموت صالحين نعيش صالحين ونموت صالحين أقول توفني مسلمة وألحقني بالصالحين وهذا من الأدب العالي في هضم النفس مع الله سيدنا يوسف يقول يا رب الحقني بالصالحين يا أه ألحقني بالصالحين اقبضني مع الصالحين يا رب العالي الحقني بهم على خير يا أكرم الأكرمين توفني مسلمة وألحقني بالصالحين أربع كلماتهم نقدر نقولهم يا جماعة بس تخيل بقى لو ربنا استجاب دعواتنا دي واستجاب دعوتي أو دعويتك دي أو دعويتك دي توفني مسلمة وألحقني بالصالحين يا هنانا يا هناك يا هناك لو مدت مسلمة وعلى صلاح يعني ربنا استعملك في عمل صالح وختملك بي يا هنانا وشرفنا وفخرنا وسعادتنا لو فتح الله لنا بابا لعمل صالح وعملناه وموتنا عليه توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا هم من هموم الصالحين فلو انت صالح يبقى هذا المفروض يبقى هم من همومك انك تبقى دايما مسلم انك تبقى ثابت على إسلامك انك تبقى دايما في خير وفي صلاح وانك بعيد عن كل شر وبعيد عن كل ظلم وبعيد عن كل شيء يغضب الله او يغضب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعيد عن كل شيء يكرهه الله او يكرهه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصية الأنبياء الأولادهم كانت كذا وصية العلماء الأولادهم انهم يعيشوا صلحين وموتوا صلحين في سورة البقرة قال الله وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبِ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ والسيدنا النبي صلي عليه عليه الصلاة والسلام كان كل جمعة يراجع الصحابة بهذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مش دي يا جماعة احنا كلنا حفظينها الا ائمة والخطباء دايما بيقولوها في أول الخطب النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيقولها يسمعها للصحابة كده في أول كلامه كأنه يراجعهم في إسلامهم وصلاحهم ويذكرهم أن نحن نكون حريصين على إسلامنا وصلاحنا علشان نموت مسلمين صلحين تقول الله حق تقاتل وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فخلي دايما في لسانك توفني مسلمة ألحقني بالصالحين خلي دايما في لسانك أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين من الدعوات الحلوة لأنها تعلمتها من شيخي ربنا يحفظ عليهم يا رب ويرحم من مات منهم اللهم أمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك مسلك الصالحين وحياة الصالحين وثبات الصالحين وخاتمة الصالحين يا رب العالمين تاني خذ الهدية دي بقى اللهم إني أسألك مسلك الصالحين طريقة مشي الصالحين وهم جئين لربنا طريقة معاملتهم مع الله جل جلاله أسألك مسلك الصالحين وحياة الصالحين يا رب إحيينا حياة الناس الصالحة وثبات الصالحين أكرمتنا بمسلك الصالحين وحياة الناس الصالحين اكرمنا بقى بالثبات اللي بيكرم به عبادك الصالحين ويا رب أنت أكرمتنا بمسلك الصالحين وبحياة الصالحين وبثبات الصالحين منا علينا بقى بكرمك وأتم علينا نعمتك ونموت بقى صالحين يا رب خاتمة الصالحين نموت زي الصالحين نقبض مثلا ونحن سجدا بين أيدي الله عز وجل نقبض مثلا ونحن وقفين بين إيد ربنا عز وجل رحنا تطلع مثلا وإحنا ركعين ولا سجدين رحنا تطلع وإحنا مسبحين مستغفرين ذاكرين رحنا تطلع مثلا في مشوار كنا مثلا منظر فيه مريض ولا حاجة في أي شيء رحنا تقبض وإحنا مثلا في بيت ربنا سبحانه وتعالى رحنا تقبض وإنت راضي عنا يا رب اللهم إنا نسألك مسلك الصالحين وحياة الصالحين وثبات الصالحين وخاتمة الصالحين يا رب العالمين كان أحد الصحابة اسمه ضيف ابن الحارث أبو أسماء كان دايما يكلم أصحابه مهموم أوي أوي بموضوع الختم دا فكان يقول لهم أنا نفسي يا جماعة أننا لا أخنق كما يخنق الناس وربنا استجاب له ويقال أنه ده أيضا حصل مع غيري من الصحابة زي سيدنا أبو ثعلبة الخشني يقول لنا نفسي كده ما تخنيش قبل ما موت كده وأنا بشحر وطلع كده في الروح كده في يومين تلاتة ولا حاجة لا وإنما تخرج روح كده كأرواح المؤمنين اللي بنسمع عنهم كما تسيل القطر من فيه السقاء فاستجاب الله تعالى له ومات وهو ساجد يا رب متزيد يا رب اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك ما تنساش دعوة الحلقة دي رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين دعوة الحلقة دي رب أسألك ثبات الصالحين ومسلك الصالحين وحياة الصالحين وخاتمة الصالحين دعوة الحلقة دي رب أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين اللهم إنك أصلحت الصالحين فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم إنك طيبت الطيبين فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين واجعلنا في قلوب الصالحين ودى اللهم أمين يا رب العالمين وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته